السلام عليكم ان شاء الله النهاردة نبدأ في تشابتر 5 اللي هو اسمه الانتغراتيين باكمبلكس بلين تلاحظوا التضارب اللي نحن مكتب في التشابتر السفر بدأنا أول حاجة عملنا ريفيو كده على الكمبلكس نمبرز والكمبلكس بلين والريد والإماجنالي والريدين باكمبلكس بلين دخلنا في تشابتر 2 بدأنا نتكلم على الكمبلكس وبعدين دخلنا في تشابتر 3 بدأنا نتكلم على الاناليتيسيتي اللي هو من الآخر الديفينيتي بس مفهوم اكستاندت شوية تشابتر 4 يعني عدينا كده على الاليمنتري فونكشنز في الكمبلكس بلين تدائم بقى من الالوجاريف والفاور فونكشنز والتجانوماتيك وهايبربوليك وطبعا شونا بس ان في الكمبلكس بلين الفونكشنز فاعد بتمتبقى مختلفة شوية عن الريل جورجنز بتاعتها وانه بيبقى حاجات ممكن تبقى multiple values وعشان ناخد ال function version بتاعتها لازم تبقى single value فبناخد ال principle الجالي بتاعت الاعجاب فنبدأ بقى نتكلم دلوقتي وعلى حاجة مهمة برضو جدا اللي هي الانتغريشن طيب ايهو تعريف الكمبلكس integrals A complex integral is defined in a manner quite similar to that of a line integral in the cartesian plane مفروض ان انتو اخدسوا السنة اللي فاتت experimental course كان في الانتغريشن في الانتغريشن على mine double and triple i shared With you revision على line integration وعلى curves بالblaine بعيدة 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 واضح وصحة سوف تقلقكم على البلاك بورد بحيث انتو تراجعوها قبل ما تبدأوا تذكر شابتر فايف فالإنتقل ال 9 إنتجرال هنلاقي أنه الانتجرات في الكمنسكت مشابه قوي للقونسكت كثيرة في ال 9 إنتجرال طبعون ، cycles play a big part in the definition long in the complex integral اسم ذلك We began this section with an introduction of how curves are represented in the complex plate hint unegration في complex plate هو جزء الجزء الأول مباشرة باست ateniale سأقلقنا لابدت القول على prolong نج reinvent su più ويمكن الناس الذين بدأت تذكر شابتر 1 من الكتاب كانوا هناك tetta تعرضت إنهاSE had to familiar this part وحتى كده كتير كانوا بتقالوني هيا دعينا ولا مش علينا فهو ده وقتها دلوقتي نحن نتكلم على representing the curves to the complex plane بطرق مختلف suppose that a continuous the continuous real valued functions x بتسوي x of t و y بتسوي y of t will see that as a variable قيمتوا بتتبقينج from a to b are parametric equations of a curve c in the complex plane يعني احنا عمتن الكيرب يا جماعة حتى في ال x y plane بنوصفها بما وصفها explicitly بعلاقة ما بين ال y و ال x مثلا نقول y equals x او y equals x square او نحن نوصفها through a parameter في النظر نقول عليه نقول عليه كده احنا عملنا parameterization ان انا جبت ال x بدلالة t وال y بدلالة t فعند كل نقيمة للكرامتر عندما يتغير يديني co-ordinates جديدة x و y and so on فنبقى ايه بن trace the curve through parameter t فهم ال x of t و y of t are parametric equations of a curve c in the complex plane we can describe the point z in c as follows ان انا بالتالي ممكن اقول ايه ان اي point z هيبقى عند كل قيمة t هيديني point يجيدة z في ال complex plane where z of t equals equals x of t plus i في ال y of t وال t from a to b فلما نيجي نشوف مثلا ده شكله ممكن يكون عامل ازاي ده في ال complex plane هنلاقي ايه هنلاقي ان ال point اللي هي عند اول قيمة للكرامتر t اللي هو tip a ال point اسمها z of a اللي هي x of a plus i في y of a دي كده من قيمة او بنديها رامز تاني نقول كده ال point اسمها a capital وال a capital هي two coordinates x of a و y of a دي كده منقول عليها ال initial point للcurve c و لما نيجي نعوض بال اكبر قيمة التي يديه the terminal point بتاعت الكرve c اللي هي z of b equals x of b plus i y of b or ان انا اقول ان ال b capital ان ارمو في النقطة ضيب ان انا اقول ان ال b capital equals x of b y of b دي كده ال point لا لا real numbers الت is a real parameter قيمة بتتراوح من ال b وال a وال b real numbers لما هنحط اللي انه هو حتى اقول لك في الاقفوة هو the real value functions x بتاوي x of t و y بتاوي y of t فال t وال x وال y real لكن الزاد بتاوي x زائد i y بقت الزاد a complex number طيب ف as t varies from t equals a to t equals b we can envision the curve يعني هنلاقي ان ال curve بقى هو c being traced out by the moving arrow head of z of t كأن عند كل قيمة t عندي قيمة z فمسلا ادي z of a تنتهي السهم بنتهي عند النقطة دي بالظبط وبعد كده احط النقطة اللي بعدها والنقطة اللي بعدها وكذا هنلاقي وكأن الرأس السهم دي عم تتحرك معايا وتترايس النقطة اللي موجودة على الكيرب c من اول نقطة الى اخر نقطة فالنقص طبعا هنا قوي يا جماعة ان الكيرب 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 مش بس سوية نقطة ولكن اللي اللي همنا كمان في الكيرب الانشيال point والترمينال point يعني الكيرب اللي ما يسمى بال direction اللي بتتحرك بيه من الانشيال الى الاند point in complex analysis a piecewise smooth curved curved c is called a contour or path المفروض برضو ان كلمة piecewise smooth دي بتتعرفتوا عليها سنة اللي فاتت لما قد تتكلموا على شكل الكيرب في line integrals واتلاقوها موجودة في revision slides اللي احنا حقينها لو حبيش برضو نرجع عليها كده ادي كده دي كده دي كده سلايد بتاعة line integrals اللي انا حطيتها معاكم اللي انا i shared with you يعني هتلاقو ايه هتلاقو كده في introduction على الكيرب في الاول امتى يكون الكيرب نقول عليه انه هو smooth الكيرب نقول عليه انه هو smooth حتى كلمة من الاسم smooth بمعنى ان انت الكيرب متصل وسمود مفيهوش اي حتة فيها ايه فيها مثلا sharp changes ولا اي حاجة ده كده الكيرب اللي هو smooth يعني مثلا curve يا جماعة ده كده smooth curve لكن لو حصل ان احنا بقى عندنا discontinuity في الف داش يعني هنا عند النقطة دي في slope وعند النقطة دي في slope تاني او يبقى ده ما بقاش smooth يبقى smooth curve التعريف بتاعه انه هو في الف داش و ج داش are continuous on the closed interval اللي هي من lb هو طبعا هنا بدأ برضو ان الكيرب بيعرفه بايه بparametric equations x بيتساوي f of t و y بيتساوي g of t وعندنا terminal point end points يعني فبيقول ان الكيرب بيبقى smooth لو كان الف داش و الج داش continuous خلاص يعني ما يبقاش بي قال for changes في الكيرب نفسه طيب لو كم تبقى قول علينا هو peace wise smooth او if it consists of a finite number of smooth curves joint end to end يبقى في الحالة دي قول علينا هو peace wise smooth يعني ايه يعني مثلا هنا عندنا ادي بك ده ده الواحده ايه؟ ده الواحده smooth smooth وبعدين الكيرب ده كده هو smooth وبعدين الخط ده smooth وبعدين مثلا ده كده smooth فدي مجموعة من smooth curves اللي هي joint end to end كلهم متوصلين ببعض يبقى ده كده اقول عليه ايه؟ الكيرب الجديد ده نقول عليه ايه؟ peace wise smooth يبقى هم متكون من مجموعة من smooth curves اللي هي connected end to end طيب ده كده اسمه peace wise smooth طيب احنا بس كده عشان احتاجنا التعريف بتاع peace wise smooth فارجعنا له ايه؟ فارجعنا له هنا في revision فهنا زي ما قلنا انه ال in complex بقى وهتلاقوا ايه؟ هتسمعوا كلمة control بكتير ايه هو contour في complex analysis in complex analysis a peace wise smooth curve in complex analysis a peace wise smooth curve a peace wise smooth curve C is called a contour or a path لما يكون الكيرب peace wise smooth بنقول عليه contour او بنقول عليه path هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا كلام الكلام زي contour و path موجود تكير في complex integration طيب برضو عاوزين نعرف يعني ايه complex integral what's the physical meaning of a complex integral an integral of a function f of a complex variable z that is defined on a contour c طبعا ال contour c ده زي ما قلنا خلاص عبر عن اوثنا نوع من ال point z بال complex plane بنبدأ من ال point معينة ننتهي بpoint اخرى وفي direction نتحرك c من ال point الانائي الاخرينين فبنفترض اولا ان يكون ال function f defined عند كل نقط اللي على ال contour ده كل نقط z اللي على ال contour ده الفunction متعرفة عندها طبعا الانتجريشن النوتشن بقعته كده بقول الانتجريشن of f of z dz وبحط تحت كده ايه الفي اللي هي النوتشن بتاعت الكيرف c and is called a complex integral definition بتاع complex integral هتبقونا بنعمل definition مشابه قوي ال definition بتاع line integral اللي خطوصنا لفت فهنقول ايه هنعمل ال definition كده على شوية steps اول حاجة هنقول لك be a function of a complex variable z defined at all points on a smooth curve c لاش كده اذا نبدأ بأن الكيرف smooth that lies in some region of the complex plane و let c be defined by the parametrization إنه z of t بتساوي x of t plus i y of t و t من lb يبقى ده الparametrization ده بيوصف النقط اللي على interface c اللي هنعمل عليه integration step رقم اثنين في definition let p be a partition of the parameter interval من lb into n sub intervals يعني احنا خلي بالكم يا جماعة الparametre t نفسه الparametre t اللي باخده بعوض بي في two functions x و y ده لي قيم فاحنا هنعمل ايه زي ما يكون هنعمل partitions كده في الانتربال اللي هي من lb خلي بالكم الانتربال اللي هي من lb دي على line عادي جدا يعني مثلا نفترض ان دي قيم t قيم t قيم t بتبدأ مثلا من a حد lb عادي قيم على real line عادي حلصة على real access فهنعمل parameterization into n sub intervals او هنقسم الانتربال من lb الى n sub intervals وليكن مثلا كل sub intervals in general اسمها tk-1 لtk يعني هنبدأ الاول t note لt1 بعد كده t1 لt2 and so on واللانت بتاعهم اسمه delta tk بتاوي tk-tk-1 ماشي فكاين احنا عسمنا الانتربال من lb الى ايه ان احنا عندنا الله نقطة t note t1 t2 and so on وحادي اخر نقطة اللي هي اسمها tn طيب خلي بالكم ان t هو ده البرامتر اللي انا بعوط فيه عشان نجيه بالنقطة z بتاع الكيرف فبيقول ان البرامتر اللي احنا عملناه على tx ده induces a partition of the curve into n sub arcs as shown in the figure يعني عند كل نقطة من النقطة اللي هي اسمها t note t1 t2 وهكذا يقابلها نقطة على الكيرف لما عوض ب t note تديني النقطة اللي هي اسمها z note لما عوض ب t1 تديني النقطة اللي هي اسمها z1 وهكذا زي ما احنا شايفين على الكيرف add z note add z1 add z2 اللي هما بالاسود وz3 and so on لحد اخر نقطة خالص اللي هي اسمها ايه زاد n اللي بنحصل عليها بالتعليل t بتسوي tn طيب هنعرف حاجة كمان اسمها norm p normal partition p وايه هو norm p norm p is the length of the longest sub arc طبعا النقطة دي هتلاقي ان هي ايه ما بين z note ال z1 يا جماعة الكيرف ده بنسميه ايه هل ده بنسميه line لا ده يعتبر تقوله sub arc صح كده sub arc ومن z1 ل z2 بعضه ده sub arc ومن z2 ل z3 sub arc ثالث and so on فتعريف النور بتاع partition انه هو length of the longest sub arc وبعد كده بيقولك ايه على كل sub arc من دول ناخد نعرف نقطة كده في نص مثلا ال sub arc او في اي منطقة من ال sub arc اسمها zk star يبقى على كل partition او على كل sub arc على c هناخد نقطة اسمها zk star zk star equal xk star plus ik star on each sub arc of c فور n products هنجمع بقى دلوقتي ال n products يعني ايه ال n products يعني انا كل يا جماعة نقطة من النقطة اللي اخذرون على ال sub arcs دول اللي هما z1 star z2 star and so on عند كل نقطة من دول يا جماعة ونضربها في delta zk كأن انت بتضربها في ونضربها في delta zk وبعدين نجمع ونضربها في نجمع هذا ايه الدرب يبقى دا كده ال summation بتعليقها zk star في delta zk من k بواحد لحد فهما في ال integration ال integration هو عبارة عن ايه وطبعا المنظر المشيكين دا مش جديد عليكم اخذنا السكل دا كتير واحنا متعرف عن integration اصلا في الاول خالص في ال real calculus واخذناه واحنا متعرف عن line integrals ان ال integration هيبقى ايه اه لما احنا ناخد لما نعد يا جماعة نصغر partitions التي على p intervent لما نعد نصغرها تقوم من ثاب art تصغر تقوم من دفتة zk تصغر فلما ناخد المتعرف الصممم هو دا تعريف ال integration اضافها في z يبقى تاني ايه هو تعريف ال integration نتخيل كده انا عندي curve c اهو تمام دا كده curve c انا الاول قطعنا الى sub arc صغيرة جدا تمام وبعدين جينا على كل sub arc فيهم اختارنا نقطة اربطة التي اسمها مثلا x1 star x2 star وحفظنا وضربنا 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 ونضرب بعدها بضرب function اي function افو في زاد يطلع لها ايه وضربنا وضربنا delta x plus i delta y نضرب ونصام الخلام على كل sub arcs ونضرب ونضرب كل sub arcs يضغر جدا لما نأخذ المت لما دا ملوت يعني يقول الى صف تدا يدين الانتجريشن فنفس الشكرة هنا في الانتجريشن تمام شوائد بقى ملاحظات انه ايه بقى طيب طول ما احنا كدين الانتجريشن صعيم كده يا جماعة وتحت كده كدين curve c يبدأ مفهوم ان ده open path او open contour يعني curve c ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية مختلفين عن بعض وقت نحن بدأنا نعمل على الانتجريشن بايرة كده ونكتب تحت c يبدأ معناها ان الانتجريشن ده مالو جماعة closed يعني نقطة البداية نهاية ونشره على بعض يبقى الانتجريشن ده is used to represent a complex integral around a positively oriented closed curve c امتى يكون closed curve positively oriented لما يكون الانتجريشن تحرك به على الكيرف ده ايه عكس اتجاه هقارب الساعة counterclockwise وبرضه كبديوس wise ستجدوا توضيح ليه هو الانتجريشن بتاع الكيرف امتى يكون positive امتى يكون negative فبالدفولت لما اكتب كده الانتجريشن وعليه دايرة كده وكتب تحت كيرف كيرف مش بس كده ده كمان انت تفهم من كده ان الانتجريشن اللي بتحرك به على الكيرف ده هو counterclockwise direction اللي هو positive direction when it is important تعالوا ما اتطرد ان احنا عاوزين يقول انه انا بتحرك على الكيرف بس بالعكس ودوارد ممكن بتحرك على الكيرف بالعكس في الحالة دي if it is important to distinguish the direction of integration around a close curve we will employ the following notations to denote integration in the positive and negative direction تبا في الحالة دي احنا عاوزين ايه احنا عندنا كيس بنستخدم فيها integration شوية على direction positive شوية بنتحرك على direction negative وده هي حصل كتير في المسائل في الاسبتات وغيره فعشان نفرق ما بين الحاكتين دول نقول حصين صحب صغير كده على الدايرة اللي احنا حصينها لو استحنا ماشي في عكس اتجاه قارب الساعة يبقى ده positive direction لو استحنا دايما انتوا تتجين ماشي في اتجاه قارب الساعة clockwise يبقى ده نحط الاسم دي لما يكون انا عندي integrations المستخدمة شوية عكس وشوية مع قارب الساعة عشان نفرق ما بينهم بس ما حطناش اسم وكتبنا عادي جدا الدايرة من غير اي اسم يبقى ده counter clockwise direction وده positive direction of integration تمام؟ طيب برضو عاوزين نعرف احنا خرصين يعني ايه complex integration او يعني ايه integration of a complex function along a curve c او a contour c او a path c in the complex state معرفنا ال definition بتاعها طب السؤال بقى نحسبها ازاي ال evaluation بتاع contour integrations هيتم ازاي طيب تعالوا نشوف كده let f of z بتساوي u زائد iv ادي كده ال real and imaginary components بتاع f of z the notation نحن متعودين عليها دايما اللي هما x و y x و y u of x y و z و z equals x plus i y then تعالوا نفك ال integration يبا ال integration of f of z على ال path اللي هو اسمه c الكلام ده يساوي ايه كتبنا f في ال rectangular form u plus iv و كتبنا dz في ال rectangular form بتاعتها اللي هي dx plus i dy تعالوا نضرب u plus iv في dx plus i dy و نفصل ال real وال imaginary parts لوحده يبا ادي u مع dx وال iv مع id y يدوني الجزء ال real u مع id y وال iv مع dx يدوني الجزء الامجيناري اللي موجود جنبه ده خلاص؟ و ممكن بردو إثراف بتاع ال integration هي نفسها هنا انه integration x plus u dx بردو هنا بردو هنا we can split the integration into the summation of both integrations بده بيثوي ال integration بتاع u dx x minus v dy plus i في ال integration بتاع b dx plus v dy at this stage يا جماعة احنا خلاص بنتكلم على انه ايه؟ كل واحد على حدة من ال two integrations اللي هم موجودين دول ما هوا إلا real line integrals اللي كنتم تخطبوهم السنة اللي بدأت سكورس الملتبل integrals مفيس ايه؟ اكتلاف In other words the real imaginary parts of a contour integral are a pair of real line integrals اللي هم التكامل u dx x d dy على path أو curve c والتكامل الثاني اللي هو dx x d dy على path c فاحنا ادي اول طريقة لحساب الانتجريشن ان انت تفوق ال f تحط ريكتاني الى فورم بتاعتها تفوق d d و تحط ريكتاني الى فورم تضرب المتباع تفصل الانتجريشن الى two real integrations real line integrations تحسب كل واحد فيهم بالطرق اللي درستها السنة اللي فاتت لحساب ال line integrations وباريو دي موجودة في ال review slides اللي انا حطيتها على blackboard فعلا ناخد example او يعني نتعرف بس على حاجة كده اللي هي يعني طيب هنختب بعض ال integrations دي ازاي فلو كانت curve c ده موصوب بparametric equations x of t و y of t و c من lb بتوصف curve c يبقى زي ما قلنا z of t هتساوي ايه هتساوي x of t plus i في y of t بدا كده الشكل عن نقطة على curve وبالتالي نقدر نقول ايه يا جماعة يعني برضو نقدر نقول دي كده هو طرق يعني كلها طرق مختلفة على حسب curve وعلى حسب ايه وعلى حسب function نفتاشك لها ازاي فممكن ان احنا نقول ايه ممكن احنا نقول طيب احنا ممكن نعمل نعمل transformation المسألة كلها الى الparameter اللي هو اسمه t وانسلنا عندي one parameter بintegration هنعرف نعمل فممكن نقول انه لو كانت x x x y y y y y y يمكن أن نقوم بعمل الترانسفورميشن من Z لT مثل أي حاجة تتبسألها أو DZ وضعها إنترون بعض T أو DT فهنقول أولاً هذا الترانسفورميشن نقف Z لها بداية و لها نهاية أنا هنقوم بعمل من Z إلى T فمن Z إلى T يبقى على T فين البداية و فين النهاية نقوم بعمل الترانسفورميشن للإنتجران بالنسبة للإنتجراند هو F ستجعل Z وضعها in terms of T يبقى F في Z بالنسبة للDZ هنضع مكانها إيه؟ خلي بالك A دي الزده تساوي Z يبقى DZZT اللي هي مين؟ Z-Dash صح؟ يبقى DZ اللي هي تساوي إيه؟ Z-Dash كأنها تساوي لون يعني؟ يبقى بدل DZ هنضع مكانها Z-Dash و مين هي طبعاً Z-Dash الزده تساوي X-Dash 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 سوف ترى هذا كلام اول حالة إقوانة الانتجرائيسون المزيد الجانب بز أول حالة جانب تكون كورو تذبعه من المزيد المستوى التي هي اسمها ثلاثة ت و Y ب تربيع سوف تربيع سوف نعود ونصل لنفس الصورة التي حتى وصلنا لها بسليب يعني في الصورة بصورة تشكف تحفظها إنت عود وفك الانتجرائيسون وإدرب الكمبيكس مليس للمسطورة دي احنا بنمشي كده هو يعني ايه في المسألة step by step بتلقي نفس الاخير بالخصوص الانتدريشن الاخير ديل واجناري فاول حاجة عاوزين نحفى بالانتدريشن اف الانتدريشن افضل الانتدريشن افضل ذات CONFIGUIT DD where C is the curve given by x بتسوي 3T و Y بتسوي T تربيع والتي من مقص 1 إلى 4 طبعا يا جماعة زي ما انتم هتشوفو دلوقتي اكيد في الاخر الانتجريشن هو تجميع لقيم الاف على الكيرف سيدة فاكيد الانتجريشن مؤتمد على الكيرف يعني لو انا غيرت الكيرف وبكامل نفس الفنكشن هيدين قيمة مختلفة تمام كده زي ما يكون بديلك بالانتجران وبغير لك المتس كل ما غير المتس هيدين قيمة كذلك نفس الفكرة هنا كل ما غير الكيرف حتى ولو انا عندي نفس الانتجران هيدين قيمة كذلك هنعمل ايه؟ طيب المسألة جيدة بالparametric equations يبقى يلا نكون كل حاجة الانتجريشن من دلت ونحولها لتلت يبقى هنقول ايه؟ اولا احنا عندنا الزاد بتساوي كم؟ هتساوي اكس زائد الي يعني بتساوي ثري تي بلس اي تي تربية جميل من الزاد هنجيب حاجتين هنجيب الزاد وهنجيب الزاد بدلت الي تي يبقى الزاد بكام يا جماعة؟ ثلاثة تي مينس اي تي سكوار والدي ذات هتبقى كام؟ يلا نعمل الديفرينشينشن للترم ده بالنسبة للتي يبقى ثلاثة فلس اثنين اي تي دي تي ونحن نفتل الانتجريشن يبقى الانتجريشن يبقى الانتجريشن لانه هو رمز بتاعه اي هيساوي الانتجريشن هنحاوله كله دلوقتي للتي فالكر بسهيدة بدايته ونهايته ايه؟ تقيم تي من مينس 1 ل 4 وبعدين نحط الزاد كونجيجت اللي هي 3 تي ناقص اي تي تربيع ونضرب الكلام ده فيه الانتجريشن اثنين اي تي وانتجريشن 3 اثنين ا motv في الاي يعني اثنين اي تي هيدي كده بلاس ودي كده بلاس برضو تمام طيب فلما نيجي بقى نضرب الكلام ده في بعضه ونختصر سويا نجيب الريد والإماجيناري لواحده فهيتبقى معاين ده انتجريشن من ماينس وان لفور تضرب التوب راكت سطول في بعض يا جماعة يطلع لك هنا ايه عندك ايه عندك هنا اثنين تي باور فري بلاس ناين تي بلاس تلاتة اي تي سكوير دي تي يبقى خلاص الخطوة الجاية نحن ممكن نطف الجزء بين الواحده وآي في الانتجريشن الثاني انه هو الجزء الماجيناري ونعمل الانتجريشن لكل واحد فيه اعلى حد سنقول ايه يبقى الانتجريشن ادي الانتجريشن مينس وان لفور لتو تي باور فري فلس ناين تي فلس طبعا دي تي فلس اي في الانتجريشن من مينس وان لفور فري تي سكوير دي تي خلاص يا جماعة كل واحد اللي واحده بقى ايه ده كده بقى ديفنت انتجريشن عادي خالص لمت في تي وبتكمل بالنسبة لتي وده برضو بقى ديفنت انتجريشن الليمت في تي وبتكمل بالنسبة لتي فيبقى النتيجة هتكامل بقى كل واحد فيهم بنفس القوانين العادية اللي احنا ايه نتعودين عليها فيبقى الريزولت ان ده هيساوي هنا دي 2t power 4 over 4 plus 9t power 2 over 2 ونعمل substitution هنا بالي upper minus lower plus i في 3t power 3 over 3 ونحط برضو الليمت هنا من minus 1 ل4 upper minus lower تعمل substitution في ده وتختصره تعمل substitution في ده وتختصره يطلعنا في النهاية نتيجة التكامل هتتمع في الاخر رقم complex number اهي 195 plus 65i يبقى عملنا ايه تاني الكيرف كان موصوب بparametric equations الاحسر بدائلة t والي بدائلة t فبدأنا نحول الانتجريشن كله من z إلى t من اول الليمت نفسها الكيرف لدي نقطة البداية وانهاية تقابل قيم t يبقى خلينا البداية وانهاية الكيرف ده هي على الانتجريشن هي النقطة الانيشن لل t والنقطة الفايمال لل t الانتجريشن لجوه اللي هو f of z كتبناها in terms of t ال d z حسبناها in terms of d2 ضربنا ال functions اللي جوه أو ضربنا ال expressions اللي جواه في بعض واختصرناها فاصلنا read لواحده والامجينالي لوحده عمل الانتجريشن لكل واحد فيه as a definite integral عادي تبقى عادي خالص والنسيجة في الاخر تمعاش ال complex number read وامجينالي parts فاصلنا لا هي فقط وفين احنا هنا ماحتاجناش درفة بخالص خلي بالك احنا ما قلناش ابدا انه احد صورة ال integrational analyticity ما قلناش دي خالص ممكن تكون ال function is differentiable بس integriable يعني احنا كل نشترط نائم ان تبقى ال function defined على النقط بتاعت الكيرف ما قلناش اي حاجة تانك يعني مجلس معيش مساعدة سؤالة زيت كوم جيكت اصدق هو بقى ده مش هيحصل غالبا لانه هو اصلا يعني عمرك ما هتلاقي الفن حز اللي احنا قلنا انها ما بتتفضلش مش هتظهر كأنتي ده ربي جدا طيب هو هنا وانس دخلت في الكمبليكس ما عنديش حاجة قوي اسمها كيرو يعني انا بقولك ايه انت عندك لاين اهو صح في الكمبليكس بلاين عند كل نقطة للني يقابلها نقطة كمها الف بس الف الف دي الحقيقة دي هتو ديمانشن مش ديمانشن واحد يعني دي مش زي الف الف اكس قيمة واحدة ف اقول انا بضرب ارتفاع في عرض من تحت يعني الاف الف الف دي نفسها ليها فما تقدرش قوي تنفيجن تنفيجن الانتجريشن هنا كاريا لان الاف الف الف دي ليها ايه ليها تو كمبوننس متقدرش تتخيلها قوي كاريا الا انت بتتخيلها ان انت بتجمع يعني انت بتتخيل انت ايه كأن انت عندك الاكسة ف تي بي سخصيا هيعمل لك كيرف و الوايه ف تي هيعمل لك كيرف فكأن انت بتحسب الاريا اندر كل كيرف من الاثنون وده تحطه كاريا في امازنا يعني ممكن تحاول تتخيلها بالشابس ده بس هي على معضها اذا اف و بذات ما فيش حاجة اسمها قوي ايريا اندر ده كيرف لان الفنكشن اكف ذات شخصيا زي ما قلنا اصناتا كيرف اصلي صحيح تعالوا نشوف برضو سؤال تاني عاوزين نحسب الانتجريشن بس المراضي بقى ايه على تلوزد كنتور اللي هو الفنكشن هي اسمها وان اوفر زد دي زد where c is the circle اللي هي موصوفة بالparametric equations اكس بتتاوي كوزاين تي وي بتتاوي كوزاين تي لو حاولنا نفكر في يعني كوزاين تي والي ساين تي دول هتلاقوا دول يا رماعة يعني لو انت جيت تجمع كده وتكتب ايه وتكتب اكس سكوير تلاس واي سكوير هتطلع بكام بوان دي كده اكوشن بتاعت سيركل شكلها ايه السنتر بتاعها بصفر والرديس بتاعها بوان يبقى خلص تعرف بعد الوقت ان السيركل اللي هي السنتر بتاعها بصفر والرديس بوان الparametric equation بتاعتها مين X بتاوي كوزاين تي و Y بتاوي ساين تي طيب فقادي السيركل ايه وعوزين نعمل ال ايه يعني لك اذا الكيرف طالما ما تدنيش directions يبقى با ديفول الكيرف ده ال direction بتعمل ازاي عكس على اقارب السيع فقادي الانتجريشن one over z where T is the circle X بتاوي كوزاين تي و Y بتاوي ساين تي والتي طبعا من صفر لتين باعي بتكمل يعني دورة كاملة عشان تديني السيركل بالكامل ولا ما يبقاش closed يعني عايزين نجيب الانتجريشن ده تعالوا نحاول كل حاجة ال parameter T ونستخدم باع يعني ساعات the rectangular form بتبقى حلوة ساعات the polar form بتبقى هي الانسب او والexponential form فبما ان انا عندي هنا واحدة على Z دي لانتا ونستخدم واحدة على Z او في powers او كده يبقى مين احسن حاجة ال polar form او كمان يعني يعني more specifically the exponential form فهنا يا جماعة احنا علمنا الزاب بتاوي ايه بتاوي X زائد ال I Y يعني هتساوي كوزاين تي زائد ال I sine T فنحط الكلام ده في ال exponential form تبقى عبارة عن ايه على طول E power IT طيب ده كده الزاد يبقى لدي زاد هيتساوي كام I E power IT DT ويبقى الواحد على زاد بكم E power minus IT صح كده يبقى هنا الانتجريشن ده هيعمله ازاي بقى هنقول الانتجريشن ده اولا الليمتز بتاعته هتبقى من صفر الاثنين باي والواحد على زاد هي E power minus IT times الزاد بI في E power IT DT طلعنا نطلع ال I بره برده في الانتجريشن عادي في ال complex طلعنا نطلع ال constant ويبقى عندي الانتجريشن من صفر الاثنين باي كان بقى جوه الانتجريشن E power IT في E power minus IT بواحد DT يبقى الكلام ده هيساوي ايه I في T ونحط طبعا القيم من صفر ال 2Pi يبقى 2Pi يبقى نطلع الانتجريشن ده 2Pi برضو هنا الparametrization خلاني ايه اعمل ايه احول كل حاجة من Z ل T واستخدم الفورمز المناسبة ل Z ايه زي كانت rectangler او 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 exponential ونعمل الانتجريشن طيب هو واحد يسأل سؤال هو معلش دايما الكيرف داني هتبقى موصوفه في الparametric equations لا مش شرط ممكن تبقى موصوفه ب x- equations يعني ممكن تبقى موصوفه بان y تضل في x على ثوال يعني ممكن يقولني اعمل الانتجريشن ده along the curve مثلا y تسوي 5x او y تسوي x تربيع او ممكن if x and y are related by means of a continuous three function y بتاوي f of x y بتاوي f of x يبتوصف ايه الكيرز اللي بعمل عليه integration for some curve c then في الحالة دي يا جماعة ممكن اننا احنا لما كنا موصوفة بالparametric equations عملنا ايه حولنا integration كله من ذات لت طب هنا لو انا عندي y بتاوي f of x يبقى ممكن استخدم واشف فيهم انه ده يكون البرامتر اللي احاول integration كله لي عشان نعرف عن الانتجريشن فممكن في حالة دي يبقى مبارية بالx هو ده انه نستخدمه كبرامتر انه احاول integration كله بدلت الx على سبيل المثال عاوزين نحسب integration بتاع complex function الاسفر اللي هي اسمها 8x تربيع ناقص i y بالنسبة لz على الكيرف c والكيرف c هو ايه هو line segment y بتاوي كمس x والx من صفر الاثنين يعني لو احنا كده رسمنا يعني هنا يا جماعة لو احنا رسمنا الكيرف c طبعا ده كده الز لين ادي y بتسوي 5x بيبقى خط كده لالسطوب بتاع كبير سوية والx من صفر الاثنين وقادي اتجاه الكيرف هو بدء من x بصفر لحد x باثنين ده كده الكيرف c فإحنا عوزين نعمل الانتجريشن على الكيرف c من function ايه x squared minus i y d z و ايه المعادلة بتاعت الكيرف ايه ان y بتساوي بتساوي 5x ده معناها إذا نعمل كل اللقط اللي على الكيرف دايما بدأت تحق فيها نحن يمكن نقول ايه معنا آخر ان z x i y ستساوي كام ستساوي x زائد 5i x أو 5x أو 5x أو أي حاجة يعني ممكن ناخد 1 plus 5i كده وده يضر في x يبقى زاد كل النقط زاد اللي موجودة على الكيرف ده دي بتتقصد دوتوري قضي مش بس كده ما خلي بالك الانتجراند اصلا انت بتحسب قيمه على النقط على الخط ده يعني برضو تقدر تقولي تقدر تروح الانتجراند اللي هناك ده وتعوض عن y بدل ال x لان احنا بنحسب قيم ال f زاد على النقط زاد اللي على الثر اللي هي متحققة عندها n y بتسوي 5x يبقى هقول ايه 8x square ناقص i في ال 5x والكلام ده هيتضر في مين هنا يا جماعة ال d زاد ال d زاد يتسوي كام 1 plus 5i dx يبقى هنضرب ده في 1 plus 5i dx طبعا النصف ما خلص نحصل لازم نحط ايه لازم نحط الحدود فمين هي الحدود هنا ال x من كام لكم من 0 ال 2 واصبح ال x هو البارية بال of integral فخلص نحص دلوقتي بس نختصر الكلام اللي جوه ده شوية نختصر الكلام اللي جوه ده نضرب كده الحاجات في بعضها طبعا احنا ممكن نقول ايه هنقول ايه انا ممكن مبدئين كده اطلع ال constant ده برا اللي هو 1 plus 5i يبقى دي عندي integration من 0 إلى 2 تعالوا يعني ده عندي dream part اللي هو اسمه 8x تربيع dx ممكن افتح حتى هنا square bracket والimaginary هنا اللي هو اسمه من 0 إلى 2 هي 5x dx خلاص تطعيم يبقى ده يساوي ادي 1 plus 5i تضربها في ال integration الأولاني 8x squared اللي هو 8x power 3 على 3 ونحط limits من 0 2 ناقص عيش ال integration التالي 5x squared over 2 ونحط برضو المت من 0 الهنين عدد الحالات الهنين باكت تطع المت حيطلع على complex number تضرب complex number F1 plus 5 i يطلع الانحيل 2 1 2 1 4 over 3 plus 2 90 over 3 i 2 1 4 2 1 4 over 3 plus 2 90 over 3 i you can open integration from complex number and that's the integration is all right any question right now let's see the properties of the contour integrates so we will find a little bit of the properties of the contour integrates that suppose that a function f and g are continuous in a domain d and c is a smooth curve lying entirely in d designed you literally want to see the Qurf you know each other when you find a function analytics so we didn't have to fix the analysis. phase conditions for integration then integration rentegration f of z can length k compared to k integration f of z can We can reach sj و هذه حاجة حتى استغللناها قرية دي واحدة بين كامل الانتجريشن بتاع F plus G equals الانتجريشن بتاع F plus الانتجريشن بتاع G طيب مش بس كده ده في حاجة كمان فاكرين يا جماعة ان احنا كنا ممكن في الري انتجريشن او في الديفينت انتجريشن اقول ان الانتجريشن من AB اقسل كده في النص بنقطة C اقول ده بيساوي من AC زائد من CB نفس الشؤون هنا ان انا بقول ان الانتجريشن على الكيرب C الانتجريشن على الكيرب C ممكن نسليت الانتجريشن على C1 زائد انتجريشن على C2 وهي ممتاز ب بسموذة كيرب C1 and C2 يعني انا in general لو عندي باسوائي سموذة كيرب و اقضل انتجريشن عليه كله ممكن اقسم الانتجريشن الى انتجريشن على المنوعات الكيربات وهي المكونة الكيربات السموذة المكونة للكيربات C1 وضع C2 وضع C3 و برضو حاجة كمان تعالوا نفكر في الانتجريشن كان عندنا إنتيجريشن سرم ايه بي بيساوي ايه؟ ماينس الإنتيجريشن سرم بي تو ايه برضو هنا لو بعمل الإنتيجريشن على الثوبة الاسم ونجا تكسين ماذا هو إنتيجريشن؟ هو زال الثيل بس ماشيين في عكس الإنتيجريشن يعني بدئين من الـ end إلى الـ initial point فده بيساوي ماينس الإنتيجريشن على ثيل يعني في المسألة اللي فاتت دي لو كلنا بدل ما تحركنا على الكرز من صفر من أكسب صفر إلى أكسب اثنين كنا تحركنا عليه بالعكس يعني من أكسب اثنين إلى أكسب صفر يبقى كده سيديني ناجدج النتيجة اللي وصلنا لهذا where minus c denotes the curve having the opposite orientation of c طيب تعالوا بقى نستخدم الـ property d ونحسب الإنتيجريشن بتاع الفنكشن اللي هي اسمها x square plus i y square dz where c is the contour shown in figure فالسؤال بقى هل الـ control اللي في الفيجر دي جماعة smooth ولا piecewise smooth piecewise smooth لانه هو في نقطة في النص كده فيها sharp يعني edge vertex كده يبقى ده مكون من مجموع عمل smoothers connected end to end يبقى ده piecewise smooth فنعمل هي عشان نجيب الـ integration نقسمه نجيب الـ integration على c1 الاول ونجيب الـ integration على c2 الاول c1 لواحده دي equation y بدلالت الـ x و c2 لواحده دي equation ثاني وكل واحد تحسبه هيتلعضوا طبعا مصيبة الـ integration وتجمع في الاخر على بعض تعالوا نعمل كده لا تجد كده هيتلعضوا نعمل كده ونفسنا نعمل كده حسنا نعمل كده نعمل كده للبقى التجمع في عشان نعمل كده فلسأت عندنا الانتغريشن على C لx² plus i y² dz وهذه C1 وC2 فالنقطة هذه 1 والنقطة هذه 1 plus i معناها أن هنا أيضا 1 وهذا x وهذا y والنقطة التي فوق دي 1 plus 2i معناها أن هذه النقطة هذه 2 وطبعا دي الصفر فأقولنا عوانا أن هذه النقطة سيساوي الانتغريشن على C1 لx² plus i y² dz زائد الانتغريشن على C2 لx² plus i y² dz وطبعا نتغريشن على نعمل لما ننتج كل واحدة تعالوا نرى الفاس وهو F1 ما مع الانتغريشن التي تلصفها y equals x والx من كام لكام؟ من 0 إلى 1 نذهب للانتغريشن طبعا لما y equals x يبقى زائد هتساوي كاما؟ x plus i y يعني x plus i x اللي هو 1 plus i x وبالتالي ممكن نقول إيه؟ أنه dz بتساوي 1 plus i dx ونروح للانتغريشن ونجيب ما يسمى بال i1 اللي هو الانتغريشن على c1 أجل الانتغريشن هو يبدأ الانتغريشن على c1 x² هنشيل y ونضع مكانها x يبقى i x² times 1 plus i dx ونضع المتغريشن في ايه؟ في x اللي هي من 0 ل1 خلاص؟ ده كده صحيح لخلص تطلع بس اللي ممكن نطلع 1 plus i من هنا وده 1 plus i فنطلع برا 1 plus i squared في إنتغريشن من صفر الواحد ليه؟ لx² dx طبعا دي اللي هي تبقى x power 3 3 أولا مين هو 1 plus i squared؟ نحن نحن نجدها كده مجرد النظر 1 plus i squared بالضبط هي 2i لأن 1 plus i في polar form الموضلس بتاعه root 2 والزاوية pi over 4 سقوار يبقى نضبل الموضلس وبين square الموضلس وبين الموضلس 2 plus 3i على الفاث الذي هو اسمه c1 نرى الفاث وهو اسمه c2 c2 ايه الإكوشن التي تصفه؟ انه ايه؟ ان الاكسب 1 و y قيمتها من كم لكام؟ من 1 ل 2 يبقى يلا نروح نشوش كده نعوّر بالحاجات في الانتجريشن يبقى ال i2 equals هنحط لكم بحاجة in terms of y عدوا الانتجريشن هنقوم الاكسب 1 زائد i y طبعا ال d z هتبقى كام؟ هو هنا z بكام؟ 1 plus i y يبقى ال d z بكام؟ i d y يبقى هنضرب هنا في ال i في ال dy والقيم ال y تتراوح من 1 ال 2 اصبح الانتجريشن كله في ال y ممكن ايه؟ نضرب بقى ال i دي جوه ونطلع بقى reel و imaginary parts نضرب بقى ال i2 بنفس الطرق اللي عملناها يصبح minus 7 over 3 plus i وبالتالي يبقى الانتجريشن النهائي i هنقوم بقى i1 plus i2 خلاص هذا اللي هو بيساوي هنجمع بقى ال i1 وال i2 ال i1 كان بس لي كان pure imaginary فهنا ال reel هيبقى ما هو minus 7 over 3 plus 5 over 3 i ماذا؟ طيب هذه موجودة بالتفصيل يعني اقرأت دي برضا حطتها على blackboard ويضروا ايه موجودة بالتفصيل يعني فهنا احنا هنشوف في السلايد دي theorem يا جماعة الحقيقة الحقيقة المثيرين في حد ذاتها مش فى اللي تهمنا احنا هنستخدمها بعد كده في إثباتات أخرى مهمة there are times in application in the application of complex integration but it is useful to find an upper bound of the modulus of the control or integral يعني احنا ساعات بنبقى ايه مش interested فى اننا نحسب الintegration نفسى بس طبعا زى ما انتوا تشعفين الintegration ده بيطلع فى الاخر بسطنبر يعني ايه موجودة فساعات بنبقى عايزين نعرف الintegration ده الموجودة بتاعه ايه دي ساعات بتبقى في بعض الطبيقات وهنشوف ده حتى قدام واحنا بناخد اثبتات كده شوية theorem ان احنا مش محتاجين الintegration احنا نحتاجين بس الـ upper bound بتاع الموجودة ففيه theorem اسمها abounding theorem من الاسم كده حتى تتكلم على الـ upper bound بتاع الموجودة بتاع الintegration بتقول ايه if F is continuous on a smooth curve C and if modulus F الـ F نفسها اللي احنا نعملها انتجريشن اقل من او يساوي قيمة كده اسمها M capital for all Z on C then الانتجريشن الـ F فيتاعه هيبقى اقل من او يساوي قيمة اسمها ايه قيمة اسمها N فقال where L is the length of the curve C طب انتو ايه رأيكو كده الكلام متستنس واللق هو الانتجريشن هو عبارة عن ايه كأني بضرب الف Z في تلتة زاد صحيح و بحرك الكلام ده كله على الكيرف كله فانا بقول وكل هذا الضرب ما هو المطلوبة الابسولول غالبا هيبقى هو اقصى قيمة للF مضروبة في فكرة ساعة الانيكواليتي ساعة الانيكواليتي دعا انت من الاخ عاوز تعرف الـ upper bound الـ modules بتعمل ايه؟ بتشوف الـ upper bound الـ functions لا الـ upper bound الـ modules على الـ curves هذا ليهمنا لان انا بقى صامر الـ values على الـ curves و تضربه فيه طول الـ curves الـ m l واضح معناها ايه؟ طيب لها اسبات موجود في الفايل اللي انا اضعه على الـ blackboard optional عايزين تبصوا عليكم براحبكم ده for your knowledge اسبات مش هسألكم فيه في امتحانات مش هنقوله برضو في المحرر انه اسبات نفسه ما يهمنيش انا يهمني النظرية نفسها theorem 5.3 is sometimes referred to as the ml inequality كمسألة تطبيق مباشر على theorem بيقولك ايه؟ وبردو تاني النعبة من المسائل في حد ذاته ما يهمنيش قوي لانه هو انا بس هجب لك مسألة افرادية تطبيق المباشر على النظرية لكن انا يهمني الانتجريش فالمسألة دي هتحلوها في التكثير شعور اخوان جاي تحلها وردو موجود عندكم انا هتجاوزها كده علشان عايزة اكملت الجزء الانتجريش المسألة بتقول ايه؟ admit an upper bound for the absolute value of الانتجريش البشرب المسألة的 over a closed contour C 而 F يعني猜rog by function module Z يعني انت حتى beard هذه النظرية هت gurl 记录 1 c c ρώ 1 be upper bound absolute يعني عداها بتعمل ثالث جبر كده عشان تشوف يا طرى الإفا و الزد على زد تلاس 1 الأبسلوت بتاعه أقل من أو يساوي كامل ستدور على الأم وبعد كده هتدور على الأم مين هو الأم السرامتر بتاع السيركل طبعا السيركل دي موجود زد بساوي فور يعني ريز بتاعها فور يبقى اللي الأم كامل 2 فاي في الأم في الفور دي بعد ما نقيب الأم والقال اللي هو حسبتها تضربهم في بعض جيلة الأبر باوند بتاع الماضيس بتاع الانتجريشن طبعا احنا أصلا بعد كده هيتعلم نقصب الانتجريشن بساوي بساعدة احنا مش نمق انترسيبت حساب الانتجريشن إسا بس انترسيبت حساب الانتجريشن لانا نعرف الأبر باوند بتاع الماضيس فالما زالتي حلها موجود وهتحلوها دشاء الله بالتخفيص في التوتوريون 5 احنا عاوزين نبدأ نخش في الكلام المهم في الانتجريشن طبعا اللي فات برضو كان مهم اللي هو بلايات حساب الانتجريشن الكنتور وازده عندك piecewise كنتور تعمل ايه بقى هتقسمي طب وكل smooth curve الواحده أعمل ايه حاجة من ثمون يما بيكون عندك parameter equation للcurve يما عندك explicit equation للcurve تحاول تحاول الانتجريشن كله للparameter t او ان تحاول الانتجريشن كله للأكسل ونحن نجمع كلها شوية نظريات خطيرة ومهمة جدا للcomplex integration بتديلك قيم يعني right away الانتجريشن معقدة جدا ان تحسابها على كل لو تحققتها شروط معينة تعالوا نشوف كده الsection ده 5.3 اسمه kushi gorsat theorem kushi وجرسات دوله اتنين يعني اتنين علماء يعني ودوله الاسمين بتاعهم من last names يعني in this section we shall concentrate on contour integrals وفي الاغلب يا جماعة في الاغلب الانتجريشن اللي بيشمينا افتر الانتجريشن على closed contours وده تركزنا في section ده كل اللي هي contour integrals where the contour c is a simple closed curve with a positive orientation طب بيناس كده بجأتنين simple closed curve وشبت ده او برضو دي من الحاجات اللي هي اللي هي موجودة في الربازل اللي انا عملت لكم يعني upload لها على blackboard ان في الكيرفز بيه حاجة اسمها simple closed curve وبيه حاجة اسمها نعم simple curve ال simple اللي هو ما بيقطعش نفس بما انتو سايفين كده لسجل العليمين يعني قاوة نقطة البداية على نقطة نهاية بس الكيرف ما بيقطعش نفس لو الكيرف بقى قطع نفسه في النص مرة او اكتر ايبدا كده ما بقاش simple فاحنا contours اللي احنا بنفتري اللي احنا بنفتغل عليها كلها ايه simple contours ولو مف simple هنشوف لها طرق تاني لازم نقفل بها لحاجات simple تمام كده فنرجع تاني بيقول ايه هنا بيقول انه نفترض ان احنا بنفتغل على simple closed curve with a positive orientation specifically when f is analytic اه بصوا بقى هنا بدأنا بدأنا في ال section ده بس لأول مرة يجبقى يظهر لي كلمة analytic ودي فشور اللي بقول عليها اللي هتظهر في النظريات فاتبسطني تماما حساب الانتجريشن ونحن في العموم نعرف نشسب الانتجريشن لأي function حتى انا ماتاتش الانتجريشن ولكن عشان نستخدم نظريات معينة في حساب الانتجريشن بيبقى فيها شرط الاناليتيسي تيه عشان نعرف نستخدم النظريات لو الاناليتيسي ليس موجود يبقى نستخدم النظريات مالاكد هتحسب الانتجريشن وفي الحيثة وان الاف is analytic in a special kind of domain هنتكلم عليه الصويد اللي جاه لو الاف is analytic عارسون احنا خواستنا عن ايه انالاتك انالاتك يعني انالاتك يعني عند كل النقط وعنده neighborhood طب عارف ازاي مالاناتك اثبتها ازاي كوشيلي من يبقى 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 الكوشيلي من يبقى 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 تحقق طب بالمرة بقى لو الاف انايتك يبقى دابنت الايهلي هتحقق anders плат Kris يعني لو Außerdem خصوحaries خصوحة بين ந دية نظريات تريض رجل هينا بناستخدم بأكد دنة الحجز لو تحقي hiss دلوقتي دلوقتي في النظريات اللي هناخدها ان الفنكشن تبقى انالاتك على special kind of domain هتلاقي ان value بتاعة ال control integration اللي هو على closed control هتبقى the same for any simple closed curve C that lies entirely within D يعني زي ما هتشوفو دلوقت فشوفوشنا مثلا في الحاجات اللي فاتت قلنا ايه لأ التكامل بيعتمد على curve C صح كده لكن انا بيقولك بقى في حالات خاصة دلوقت فشوفو ناخد شكل معين وعملنا تكامل على closed curve هتلاقي مش معتمد على شكل closed curve ده ايه يعني كل التكاملات لها نفس القيمة بغض النظر عن closed curve ده شكله ايه دايرة ولا ellipse ولا ايه closed contour ايه ايه وطبعا ده تير مكوش جرسات تير من هتكلم عليه في ساكشن ده is one of the fundamental results المعارضة دي من الحاجات اللي لازم تخبر من الكورس برضو حافظها كذا يا إسمك مش نسيرها ابدا الكورشي برسات تيرم هتكلم عليه هتيا Before discussing the course of the theorem شايفين فوق انا بقولك ايه special kind of domain تعالوا بس ندي شوية definition of domain عشان نعرف ايه ايه هتكلم عليه وإن شامت introduce the definition of two kind of domains in the complex thing واحد اسمه simply connected والتاني اسمه multiply connected وقادي التعريف بتاعته طبعا الناس بدأت تسمع كلمة connected دي وتشبه على ايه على حاجة كده خدناها في chapter يمكن one صح؟ أما كده اتكلمنا على كلمة connected صح كده؟ تعالوا نفتحها عشان نفتكرها وما نتغوص معناها ايه دلوقت ايه دي في chapter one كنا قلنا ايه يا جماعة؟ ان امتى الثات اس اقول عليها انها connected لو انا عندي ايه نقطتين عرفت لاقي peace wise او عرفت لاقي peace wise curve او ما يسمى ب polygonal line يوصل ما بينها يبقى دي كده؟ الريجن دي بقول عليها انها connected وحتى قبل ما نخالص السلايب قلنا بقى مين هو ال domain في الاخر؟ open connected set ده كده ال domain يبقى هنا هي لازم مبدئيا ال domain قصر عشان يبقى اسمه domain لازم يبقى open connected set once انه بقى domain في حدكين تانين في تصنيف كده ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقت بس كل ده خلاص دي تصنيفات ال domain بقى نفسه فهنا بيقول ايه؟ a domain is simply connected طبعا انا عندي نفس كده connected بس هنا حاجة تاني simply connected امتى بقى؟ if every simple closed contour C lying entirely indeed includes only points of D يعني ان الاخر عشان يبقى ال domain simple connected لازم ما يكونش جواه holes لازم ما يكونش جواه holes لو حصل ان يبقى جواه holes فده هيديك احتمالية انت يبقى عندك closed curve جواه ال domain بس جواه موقف في ال domain يبدأ بابقى simply connected ثاني a domain D is simply connected if every simple closed contour C وفهمني يعني ايه simple closed contour simple يعني ما بيقطاشه نفسه يعني control ما بيقطاشه نفسه وclosed يعني نقطة البداية عورة مهم if every simple closed contour C lying entirely in D includes only points of D يعني ما يبقىش جواه نقط مش متعرفه في ال D i.e. a simply connected domain has a no holes in it as in figure 5.26 a domain that is not simply connected is called a multiply connected domain i.e. a multiply connected domain has holes in it بعد ما بقىش simply connected بقى multiply connected طيب ويقولك بقى ايه بردو يعني تفصيله كده كده شوية لو ال domain جواه one hole بنقول عليه double connected domain لو ال domain جواه two holes بنقول عليه triple connected domain and so on دي بقى شوية ايه تعريف اكتر لو انا بقى جواه multiple connected طب لو عندي one hole طب لو two holes and so on دي بقى شوية اجزامبل ال entire complex plane لو انا complex plane كله معي وكله define ده يعتبر ايه؟ simply connected ولا multiply simply connected طب لانه كل domain كل complex plane متعرف معي وبالتالي لو خدنا اي closed contour هيبقى كل نقطة الجواه برضو في ال domain طيب ال open disk اللي هو اسمه modula z اقل من اثنين دي بقى نقطة اه modula z يعني خدك صح كده دي كده الاثنين اهي والتراميتر بس مش معي عشان يبقى domain فده كده ايه؟ simply connected domain لان كل النقطة اللي جواه متعرفة مفيهوش holes خالص بينما ال amulus بقى يا جماعة اللي هيا بتبقى ايه؟ زي ما يكون disk وشلنا ايه حتة من نصه كده the open circular amulus defined by modula z اكبر من واحد وقل من الاثنين يعني الحتة دي بس دي كده ما طبها ايه بقى؟ اه طبعا مش simply connected domain او more specific double connected domain انها فيها one hole من جواها فيها one hole من جواها اللي هي ال circle اللي اسمها ماضي ازاد اقل من الوقت يعني disk اللي جواه ده واضح لجماعة definisive طبعا احنا كل ده عشان نرجع نقول ايه؟ عشان نرجع النظرية اللي هنحطها دلوقتي هتحطلك ان ال domain اللي احنا النظرية دي بارد عليه simply connected سؤال open circular anilus d تمام؟ ترسمها تاني كده open circular anilus d دي شكلها ايه؟ ادي هنا موضولات اكبر من واحد وقل من اثنين صح؟ يعني فين النقط اللي متعرفة فيها؟ النقط اللي في النص كده؟ دي النقط اللي في النص اولا دي تنفعت بقى domain ولا لا؟ هل هي open connected set؟ او هي open connected set اي نقطتين فيها او قدر نلاقي خط مكسر كده يوصل ما بينها يبه هي domain احنا مختلفين السؤال بقى هل هو simply connected domain ولا multiple connected domain طبعا بسبب وجود ال hole اللي في النص ال hole اللي في فوز دي دي خلت مثلا ان انا ممكن يبقى عندي كده بص كده بص كده ادي ممكن اخد closed curve C اهو والنقط اللي جوا فيه جزء منها مش متعرف ما هو simply connected كان بيقول قال لي closed curve بقى اعمله جوا الدومين ده يبقى كل النقط اللي جوا متعرفة في الدومين ده مش حاصل هنا لان دي هو ال hole من مجموعة نقط مش في الدومين ده اخر يبقى ده ما بقى اسمه simply connected بقى ايه multiple connected domain وبما يقل جوا هول واحدة يبقى double connected واضحة كده تمام هم هم اه انت ايه رأيك واضحة كده واضحة كده نقطة نفسها مش معاك يبقى انت اي closed curve هتعمله اي مثلا دايرة هتعملها كيف النص ولو اكليفت نقطة مش متعرفة هو حتى لو نقطة واحدة مش متعرفة ما بقى اسمه simply connected لازم تكون كل نقطة متعرفة تمام نشوف بقى كوشو استيرت السلام المهمة اللي احنا عاودين نوصل له الانتجريشن في الاخر الانتجريشن بتقول ايه تقول ايه suppose that a function f is analytic in a simply connected domain d and that f dash is continuous رقم واحد لازم تعد الشروط كده اول حاجة ثاني حاجة ال domain simply connected domain ثاني حاجة ثاني حاجة ان ال f dash continuous ثاني نظرية خطيرة جدا every simple closed contour c for every simple closed contour c for every simple closed contour c يعني ما بيقطعش نفسه هيبقى التكامل f of z d ده كام بصفر نظرية قوية جدا خطيرة جدا من غير ما تحسبه هو التكامل بصفر ايا كان الكربس ده شكل ايه ثاني النظرية دي وعلى فكرة احنا هنشوف ذرفان تانية منها دلوقتي بشور اقل ولكن النظرية دي اللي هيكوشي ستيلن بتقولي لو كانت ال f ادي اول شرطها جماعة اتبع ال f عن الاتك ال f عن الاتك وحنا هناخد اثبات النظرية دي دلوقتي ال f عن الاتك تمام عن الاتك عن الاتك في كل simple connected domain اللي جوا c يعني curve c بكل النوع اللي جوا ال f عن الاتك عليها يبقى ال f عن الاتك من الاخر ادي اول شرط f عن الاتك on and inside closed curve c الشرط التاني ان ال f تكون continuous و في الحالة دي بقى بيبقى التكامل بتاع f بزادة على اي closed curve c جوا المنطقة الدومين ده بصر طيب هناخد اثبات النظرية دي بس علينا اقول حاجة تانية ان في بقى واحد جيب بعد كده اسمه جورسات اثبت النظرية دي برده بس من غير شرط ان تكون ال f يعني هو قالك ان يكفي تكون ال f وده يتخلي التكامل على c خفف طبعا الشرط بس الكوشي جورسات ثيرم اثبتها معقد اكتر بكتير فاحنا احنا مش هناخده احنا بس هناخد اثبات كوشي ثيرم تتخيل بس المزارية دي جات من اين وتبقى عارف ان انت عشان تجي تحلو المتائل مانتاش محتاج الا شرط واحد بس يبقى هنا جورسات اثبت انه الاسمشن of continuity of f is the conclusion of kushy ثيرم فالmodified version of kushy ثيرم is 0s لكوشي جورسات ثيرم وكوشي جورسات ثيرم بتقول ايه suppose data function f is analytic in a simply connected domain d then على طول دخل على طول في النظرية مفيش الشرط التاني for every simple closed contour c and d هيبقى التكامل ده بايه بس بس طيب تعالوا بقى نشوف اثبات كوشي ثيرم وده اثبات مهم اثبات بتعمده حنات وكل حاجة اهتموا بيه بس فور كده الاسبات بتعوه احنا عوزين نسبت ايه جمه عوزين نسبت ايه امه عوزين نسبت ايه اصبت ايه analytic تمام تمام on and inside a closed curve C تريد أن تكون تكامل of f dz على closed curve C لأي closed curve C تمام ثاني كده ثاني كده ستكون عندما كنا نتخطي الأمنياتي كنا نحتاج كنا نحتاج تكون 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 continuous تظهر- السؤال. دعني أراف لك هذا السؤال. أو سأرى إنه حصلة للتعامل أو أمرأس. حسنا يا جماعة إضبات النظرية معتبد على سابقين، معتبد على جريم السريم و معتبد على كوش ريمان اكويشي. فاكرين Green Steering كتبتقول ايه؟ Green Steering دي خطوة ثلاثة في كرس الملتبل انتغرات Green Steering دي كتبتقول ان التكامل على Closed Curve C اللي يسمى ايه؟ اللي يسمى Pdx زائد Qdy كان ده يساوي ايه؟ double integration على الريجن اللي هي Inclosed دي خطوة C لأيه؟ Qx-Py V A صح كده؟ دي كده Green Steering وفي نفس الوقت احنا عارفين ان الكوش يريمان اكويشنز بتقول ايه؟ ان لو كانت ال F يبقى ايه؟ الكوش يريمان اكويشنز بتحقق اللي هي ايه؟ انه يبقى الUx بتساوي الVy والUy بتساوي minus Vx هم دول انتو يعني مين pillars اللي هو نستخدمه من الاسبات النظرية بتاعة A كوشي ستيري طيب فهنا بتقول ايه؟ هنسبتها ازاي نظرية دي؟ هننطفل الانتواج فف ز دي زد طيب Soviets نقومون بسطور الانتواج افز الف ز الارتانجلاع فرم بتاعتها U plus IB والدي ز لارتانجلاع فرم بتاعتها برده دي اكس plus IDY يعني نحن نفك الكلام ده لجزء نين وجزء ايماجيناري بقاتي تكامل على C ل UDX زائد UDX minus VDY تمام كده وبعد ذلك نقوم بقاتي تكامل على C لتكامل على C لتكامل على C لتكامل على C لتكامل على C لديه ثم نبدأ نستخدم Green Steering Green Steering التي تقول ماذا؟ إنه هذا الوحد يتفتك إزاي هنا تنخيل كده من ال-U هي الاسمها P of X و Y وال-V هي الاسمها Q of X و Y في الانتجريشن الثاني ال-V هي P of X و Y وال-U هي مين؟ ال-Q of X و Y وتعالوا نطبق Green Steering فGreen Steering بتقول إن الانتجريشن ده على closed circle على closed contour C هيبقى الانتجريشن على الاريا ال-Q X minus ال-P Y يبدأ بيساوي double integration على الاريا R وبعدين عندي هنا ايه؟ ال-Q X الي هي مين؟ minus V X minus ال-U Y D A plus I في double integration على الاريا R لـU X minus ال-V Y D A ماذا رأيكم بقى؟ من الكوشري من الانتجريشن اللي يحصل؟ من الكوشري من الانتجريشن هتلاقي ده بصفر وهتلاقي ده بصفر من الكوشري من الانتجريشن اللي هي من حقه وبالتالي هيبقى ده هيساوي الانتجريشن over R لزيرو D A plus الانتجريشن over R لزيرو D A ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0 طبعا هنا حاجة يقول احنا فين استخدمنا ال-continuity هنا في ايه؟ يعني ال-continuity بتاعة الأفراش ظهرت هنا في ايه؟ ان جرين ستيري اصطلا عشان تبقى متحققة تليها شروط ان يكون ال-P ويكون ال-Q ويكون ال-QX ويكون ال-PY كلهم ال-Continuity يعني كل عشان ال-Continuity تبقى ال-Continuity تبقى ال-F UDX ونقص ال-VDY ال-DX ال-DX راح فين؟ ما هي؟ بتحول لك التكامل على ال-Continuity إلى تكامل على ال-Continuity فما بيبقاش عندي دي اكس دي واي اني مور بيبقى عندي دي ايه؟ اللي هي عنصر المساحة الاريه دي ايه؟ ده double integration ال-DX في دي واي؟ يعني ال-DX في دي واي؟ يعني ال-DX في دي واي؟ يكون ال-Continuity ال-Line integration على closed curve إلى double integration على ال-Area اللي هوه يعني احنا هنا بناعمل مع whatever is multiplied by whatever is multiplied by D1 بتسمي المultiply by DXP which is a general function of X و Y وبتسمي المultiply by DYQ of X و Y بضع وبتطبق Green Steering طبعاً بإشارته يعني هنا مثلاً QA-D تاخدوا بإشارته هو ده ال-Q تمام كده؟ يبه هو ده الإثبات اللي هو بدأنا فيه بين ال-F analytic ال-F-Continuous وبالتالي نستخدم Green Steering واستخدمنا حولنا تكامل F ZDZ على closed contour فكناه إلى real and imaginary parts ثم استخدمنا Green Steering فأثبتنا أنه هو إيه؟ اللي تنين هيبقى بصفر بسبب تحقق ال-Facial equations وبالتالي أثبتنا أن التكامل ده هيبقى بصفر لأي closed path C تمام؟ طيب يبقى خلاص تعالوا نشوف ده هيحللنا في المتائل كثير قوي تتحلي من غير حتى منروح نحسب إنتجريشن ولا نشوف الإكوشن بتاعت الكرب ولا أي حاجة خالص هنشوف بس الأماتيستي هنشوف كده الإكزامبل أولين بيقول إيه؟ الإنتجريشن بس أولاً بس يا جماعة هو إيه؟ هو إيه؟ أولاً بس يا جماعة هو إيه؟ ده سمبل أم لا؟ أه، ليس بيقع بعض خلاص تماماً ها، الإنتجريشن ستجعل بكامل؟ زيو على طول لماذا؟ لأن الإيه؟ لأن الإيه؟ اصلاً ده إنتجريشن يعني هي أنالياتك أفريوير في أي closed curve C والنقاط اللي عليه والنقاط اللي بي هو أنالياتك كثيرة وطبعاً، إحنا قلنا مش محتاجين يتشاكل إحنا بس نتشاكل الأنالياتكي بتاعت الإيه؟ فهتلاقي إن الإيه؟ ده إيه؟ ده إيه؟ ده إيه؟ خلاص، يبقى إيزاً الإنتجريشن على طول بصفر يبقى دي الحل بتاعه وهو زي ما أنتو قلتو كده إنه إيه؟ إنه، خلاص، هتقول بما إن الإيه؟ إيه؟ 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 يبقى ذرفور على طول الإنتجريشن إيه؟ 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 إيه، إيه؟ إيه، إيه؟ إيه؟ طبعاً، هم يتعمل مكفوصي ديهك شكل ما تعرفش حتى تصفه بإيه؟ يعني أنت مش مطلوب منك تروح تحسف حتى الإنتجريشن بالتفصيل زي ما عملنا الأول لانه هو معرفته هو بإيه؟ بصف على طول طيب، نشوف مسألة اللي بعدها إباليوية الإنتجريشن في السفر العاليبس يقوم بتحقيل التربيع ساعدتك هناك ساعدت تربيع ويقوم بتحقيل كل نوع به كل ينمي من ثقافة الصفر ماذا كده؟ اه يبقى يزن نشوف الكنتور ده نرسمه ونشوف الصفر ده جمعي ولا بره لو طلع الصفر بره الكنتور يبقى التكامل هيبقى بايه؟ بزير لكن لو الصفر جوه الكنتور يبقى مقدر فيه أستخدم تكون شي جورساف فيرم قمنا نعمل ايه؟ لازم بقى تستخدم بقى أو اي ان كان وتحسب التكامل ده بالتفصيل زي ما عملنا قبل كده هتحول الفرامتر كلها لتي لأكس وتحط الحدود كلها في T أو X أو A وتحلوا عادي جداً ومش هيطلع في الحالة دي ممكن يطلع بصفر وممكن ما يطلع بصفر يعني يعني مش مرموم يعني طيب يبقى هنا نرسم كده فلما نيجي نشوف ازاي جمعها بنرسم الاليبس شوف اوه هالي سنتر درع الاليبس مين هو السنتر؟ 2 و 5 مثلا دي كده 5 ودي كده مثلا 2 Add center وبعدين في Major و Minor اكسين في الحالة دي طبعاً هنا دي كأنها مقسوم على 1 ودي مقسوم على 4 يبقى مين المانشر ومين الماينر؟ الماينر اللي هو هيبقى Long X هتمشي يمين وشمال كده بواحد والمانشر اللي هو هيبقى Long Y هتطلع فوق وتحت الكامل 2 و 2 دي كده 2 و دي 2 وترسم الاليبس اهم حاجة بس ان الاليبس في الاخر ايه؟ كل موجود في نفس الوادع الاصر وطبعاً الديركشن بتاع الكيرب تي ايه؟ Counter Flux White ايه رأيكو نقطة 0 دي كده 2 يبقى هنا بنقول ان F في Z وهي بقى S1 على Z تربيع Is Anality Everywhere except Z زاد بتساوي صفر وانه زاد بتساوي صفر ايه؟ Outside الكيرب C يبقى therefore الانتجريشن بتاع واحد على زاد تربيع دي زاد بكام؟ بزيره على كيرب سيدة لا على البوندري ما ينفعش استخدم الثيرم يعني هنا زي ما قلنا الثيرم لازم تستخدمها امتا؟ لما يكون الفونكشن انا لاتك على الكيرب وجوه كيرب تمام كده؟ طيب طبعاً هنا بيعلق بس على الامتجزامبل دفع بيقولك ايه؟ The point of example one is that يعني حتى example one شاء من ديها كيرب اي كيرب بيقولك ان الانتجريشن بتاع E power Z دي زاد على اي كلوز كيرب سيدة بصفر ليه؟ لانه ال E power Z دي اصلاً انتائر ده مش بس كده ده كل انتائر فونكشن اللي احب درسناها يا جماعة سين زاد خوزين زاد كل دي خلاص اكتا تعرفت من الفيروم دي ان الانتجريشن بتاعهم على اي كلوز كيرب يسي في الكمبليكس بلاي بكام؟ بصفر تمام؟ طيب دي مفهوضة مهمة الconclusion مهمة جدا تستخدمها خلاص على طفل ان شاء الله اتنا كده هنقف لنا في المحاضرة دي والمحاضرة الجاية نتكلم بقى على طب لو انا عندي مكانش simpleconnable domain لو ال domain جواه hold هنحسب الانتجريشن ازاي فده ان شاء الله الطابق اللي هنبدأ بيه المحاضرة الجاية بازننا شكرا جزيلا سلام عليكم اشتركوا في القناة